بالبداية أكتر من عشرين هدية رح تكون من نصيب مشاهدي آخر موضة بهالحلقة الاستثنائية والخاصة اللي منختم فيها موسم حافل جمعنا معكن وأول خبر عن مصمم الأزياء اللبنان العالمي إليه صعب لأطلق عطره الجديد اللي بيحمل عنوان Le Parfum Royal ببيروت صعب خصص وقت لآخر موضة وخبرنا كل التفاصيل المحيطة بإطلاق هالعطر موسيو إلي صعب مبروك Le Parfum Royal يلي هو بداية القعم غويل من عائلة Le Parfum خبرنا أكتر عنو ليه اخترتو هلأ تحديدا الحقيقة هو مش هلأ هو هيدا بلشنا بهالعائلة من تقريبا شسين ونص وهلأ أول واحدة من العائلة أول ريحة من هاي العائلة هلأ طلعت كنت عم تقلي إنه البداية مع لون الأزرق وأنا ما فيه بعض لونان مختلفين خبرني أكتر عنو الأحمر والأخضر ليش هول الألوان تحديدا؟ إنه لأنه هو أكتر ألوان الريال هني ألوان الحجار الكريم إذا بدك الريبي والأمراض والزفير إذا قلنا عطر قوي منقول هوت كوتور أكتر لما نقول عطر خفيف يعني بريتا بورتي هل صحيح هالكلم بس فينا نوضع Le Parfum Royal بالليل ولا كمان بنهار لا ما بتصور أنا بتصور Le Parfum حسب قدي بتحطي الكمية أوكي يعني أبدا ما فكرنا أنه يكون Le Parfum لليل ولا نهار فكرنا أنه يكون Le Parfum حلو هيدا الريحة هي أقوى شي بعيلة Le Parfum لأن كتير براسي كانت موجهة للمنطقة العربية يعني للمناطق يلي بيحبوا فيها الروية حلوية لحبيته لما سمعت من شو مألف Le Parfum أنك اخترت زهرة لبنانية من المكونات بيها Le Parfum تحديدا كل Le Parfum طبع اللي صعب فيهم بالبريفنج أنه أي شيء ممكن أنه يكون من Le Parfum قد ما هو الغرض قد ما هو أنه أنا بيعجبني أكتر لأنه من الأول من أول Le Parfum عملته لليون ما حسيت يعني كان البريفنج هو زهر الليمون والياسمين صحيح وخشب الأرز بحب أنه بتحب ها ثلاثة ها ثلاثة مجموعة أنا بحب أنه أي شيء يكون من عندنا موجود بال Le Parfum قد ما أنا بشجع هالشي لأنه لبناني لأنه لبناني لأنه ميداتيراني لأنه بسيط الريحة بسيطة ما فيها فلسفة زيادة على صعيد شخصي شو بتحب أنك تشم عطر على المرأة؟ أحب الأنواع البسيطة يعني كل شيء حول اليسمين كتير بحبه اخترت لأطلاق الحملة الإعلانية وجه كتير معروف وموديل كتير معروفة ليش هي تحديدا؟ أحبت بلانكة لأن بتربطها فينا علاقة من أول بداياتها أول شيء الثاني شيء اسبانيولية يعني جمالها فيها تكون عربية فيها تكون برازيلية برازيلية فيها تكون أوروبية تشبهنا؟ إيه، أنه حبيت أن أكون أكتر على ميلة البنت الشعر غامي حسيت مع الحصان مع بلانكة مع لون العلبة مع التوجه لبراسق للمرأة العربية حسيت أن بلانكة فيها تكون الصورة القوية لهالبرفام البرفام كون من أكتر من ستين تشبه الفستان لما شفني وهو معمول من أكتر من اللير كيف ما تصير الفكرة وبتولد الفكرة البرفام قبل ولا الفستان؟ خبرني أكتر قبل ما نفكر بالعطر في القصة اللي بنا نركبها حول العطر يعني القصة أنه المرأة العربية يعني كل شي بيبلش من الانسبيريشن يعني ما في شي بيجي بالصدفة بعدين يعني لما بنعمل البريفين كان للصورة يما للعطر هو ذاته يعني لازم كلهم يصبوا بذات المطرح من خلال معرفتك بالعطور بيدار إلي صعب شو هو الأكثر عطر مبيعاً أو البست سيلر بيدار إلي صعب؟ بدي إليك 8 سنين للمرحلة اللي قطعناها نحنا بالسكسيون البرفام اللي عنا إياه إنه منه كتير وقت للمطرح اللي أخدناه بسوق البرفام بالعالم يعني ما بتصور في حداً بـ 8 سنين قدر يثبت وجوده بعالم البرفام قد ما عملنا وقد ما تنفسنا مع أكبر رويح يعني موجودين بالسوق مجرد تصور مش مبني على أرقام ولا شي بيقلك بتصور أول البرفام بعده هو يلي أكتر واحد مطلوب بالسوق مع أنه كل الجام اللي عملناها من بعده كل أخر يتحقق بس بتصور خصوصاً الزباين إلي صعب زبدك المخلصين يلي دايماً دايماً بتصور إنه بعضهم بيحبوا أول ريحة السنة صار الإطلاق للبرفام من بيروت هالعاصمة اللي بتحبه كتير مش من باريز ولا من بلد آخر ليش؟ لأن أنا شوي من سنة لليوم براسي عم غير الاستراتيجية تبع ميزون قليصاً يعني أي شي بنعمل من بيروت الأولوية لبيروت أنه ينعمل منها أما إذا ما في مجال ساعتا من نلاقي مطرح تاني وهيدا فخر لألنا أكيد هيدا غير إنه فخر لألنا وغير إنه كل هؤل الأشياء بيقلك إنه بلدنا بحاجة إنه يجيجوا ناس يشوفوها حقيقته يشوفوه إدي حلو بلدنا إدي أهل بلدنا حلوين هيدا شي كتير بهمني باينه بمصحاب هيدا شي صحيح لأن الصحافة العالمية كانت موجودة مبارح بالإيفانت وهني مش بس ذكروا الفارفان قدي حلو كمانا كنا قاعدين وعم نحكي قديش هني حبوا لبنان يعني بالنسبة لأقلي إذا كتبوا سطرين عن اللي حسواه بالبلد أنا بالنسبة لأقلي هيدا شي كردي كتير كبير فينا عطيلة بلدي وهني قالوا رح يعدوه رح يرجعوا يجوه وكتبوا بالمجلات مش بس عن العطل كتبوا عن الأماكن بإنتم تحبه وفعلاً بسي عن الأرض هو السبب إنه أنا غيرت الاستراتيجية طبع الشركة إنه نقدر نعمل أشياء أكتر هون منشان هيدا السبب شكراً لألاك شكراً عن الانتربيو مبروك مرتين للباكترون مرسي حبتي مرسي شكراً للمشاهدة